يا مسائل فل أهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم حلقة سخنة جدا من السادسة النهاردة حياة برح العالم كله كان بيتابع جواز أو حفل توزيع جواز البلوندور والنتيجة كانت عندنا هنا في السادسة على شاشة الأهلي من الزعفات وقلنا لحضراتكم أنه ميسي هو الفائز بالجائزة فكانتش محتاجة موجود كبير حقيقة أوه صحيح احنا بنتابع وشايفين وسمعين ورصدين تسريبات كتيرة جدا لكن خد بالك من حاجة منطقية جدا الجائزة جائزة الفرانس فوتبول والحفل بيتعامل في باريس وميسي بيلعف في باريس سان جرما فالحكاية مش محتاجة يعني زكاء كبير طبعا الحقيقة حالة إحباط كبيرة جدا للناس اللي يمكن بتتكلم كورة أو فاهم كورة وشايفة أنه ميسي بصراحة ما كانش يستحقها وحتى وميسي طالع على الستيج وحتى وهو بيقول كلمته تحس أنه هو جواه شخصيا مش مقتنع أنه يستحق جائزة البلوندور إمبارا إذا كنت بتحسبها بأرقام ومستويات أداء فليفندافسكي بالتأكيد يعني ناس كتير جدا الحقيقة ممكن تكون مقتنعا أنه كان الأحق والأقدر بجائزة البلوندور إذا كنت بتحسبها بالألقاب فجورجينيو الإيطالي كان يستحقها بكل تأكيد لأنه فاز مع إيطاليا ببطولة اليورو وفاز مع تشيلسي ببطولة الشامبيونز ليج فبالتالي الحقيقة وجود ميسي في منصة التتويجي إمبارا أعتقد أنه كان غير موفق على الإطلاق وبيأكد أنه حسابات كثيرة جدا 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 بره كرة بتدخل في فكرة توزيع جائزة بأهمية وبحجم البلوندور لكن زي ما قلت لكم طبيعي جدا وجود مسؤولين ليوناردو ناصر الخليفي من باريس سان جرمان إمبارا وحفلة بتتقدم في فرنسا وحفلة بتتقدم في باريس وجود ميسي في باريس سان جرمان السندي بالتأكيد كان صعب جدا أنه اللقب السابع في تاريخه يخرج بعيدا عن ليو ميسي وبالتأكيد كمان يمكن لو كان ميسي مستمر في برشتونة السندي كانت الجائزة كان ممكن يكون لها حسابات تانية